أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمدال خليفة ولي العهد رئيس مهلس الوزراء أن ما حققته مملكة البحرين من نجاحات في تنظيم سباقات الفوربيلا وان منذ عام 2004 نفخر بأن أساسه الكوادر الشابة من أبناء البحرين التي سجلت النجاحات وصنعت الإنجازات في عالم سباق السيارات وفي مقدمتها الفوربيلا وان لفتا سموه إلى أن المكان المتقدم لمملكة البحرين على صعيد تنظيم السباقات والأحداث الرياضية العالمية عززت من دور هذا القطاع الحيوي في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى زيارة سموه اليوم لحلبة البحرين الدولية حيث شهد سموه انطلاقة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفوربيلا وان للعام 2024 في نسخته العشرين كما قام سموه بجولة في الحلبة التقى خلالها الجماهير التي حذرت فعاليات السباق كما شهد انطلاقة السباق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ورفق سموه خلال زيارة سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين نوه سموه بالجهود المقدرة التي تطلع بها الفرق التنظيمية والتطوعية في حلبة البحرين الدولية والجهات الرسمية التي تعمل بروح الفريق الواحد لصناعة ما نراه من نجاح في تنظيم سباقات الفورميلا ون عن مسيرتها الممتدة لعشرين عاما لمملكة البحرين متمنيا سموه للجميع التوفيق والنجاح وأن يكون تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلا ون للعام الفين واربعة وعشرين في نسخته العشرين إضافة لما تحقق من نجاحات على هذا الصعيد كما تسلم سموه كتابا من الشخص المام من عيسى الخليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية لمناسبة مرور عشرين عاما على استضافة مملكة البحرين لبطولة العالم لسباقات سيارات الفورميلا ون حيث نوه سموه بما تضمنه الكتاب من توثيق لأبرز المحطات التاريخية المهمة وما حققته البحرين من نجاحات في استضافة سباقات الفورميلا ون في حلبة البحرين الدولية معربا عن الشكر والتقديل لما تم بذله من جهود في إعداد الكتاب الذي يعد مرجعا يوثق انطلاقة سباقات الفورميلا ون في المنطقة ومسيرة حافلة بالمنجزات في استضافة وتنظيم المملكة لسباقات الفورميلا ون هذا وقد استقبل سموه كبار الضيوف الذين حضروا إلى مملكة البحرين لمتابعة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلا ون والفعاليات المصاحبة كما قام سموه بجولة في منطقة الفرق والمضمار للإطلاع على التحذيرات النهائية قبل انطلاقة السباق ترجمة نانسي قنقر